موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجزي أخبار الآن أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن دول الأربع المقاطعة لقطر كانت منذ اليوم الأول قالت إن حل الأزمة مع الدوحة هو دبلوماسي وأضاف في تغريدات له على تويتر أن فزعت دوحة وهشاشة موقفها وراء الترويج لأوهام الخيار العسكري قال مصدر أمني في محافظة كاركوك العراقية إنه تم تفجير مخزون للنفط بقصف جوي يتبع لتنظيم داعش جنوب غربي المدينة وأوضح المصدر أن طائرات التحالف الدولي قصفت ليلة أمس موقعا يستخدمه داعش كبورصة للنفط الخام في ريف الحويجة مما أسفر عن تدميره بالكام قتل أكثر من 140 مسلحا من الإنقلابيين بينهم قيادات ميدانية في معارك بشمال اليمن بحسب ما أعلن الجيش اليمني وأكد في بيان سحفي على سقوط حوثيين في مختلف الجبهات منذ الجمعة الماضية بينهم 75 سقطوا في ميدي خلال محاولات مستمرة من أفراد الحوثي لاستعادة مواقع أحكم الجيش الوطني سيطرته عليها مؤخرا يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان في موسكو عددا من القضايا الدولية على رأس الأزمتان في سوريا وليبيا وقال لافروف أن التقارب بين السراج وحفتر من شأنه المساعدة على إيجاد حل في ليبيا وأنه لا خيار لحل أزمة كوريا الشمالية إلا الحل الدبلوماسي فيما أكد لودريان على أنه يجب وقف استخدام السلاح الكيموي وقطع الدعم على الإرهابيين في سوريا أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار أن حصيلة ضحايا أعمال العنف في ولاية راخين قد تتجاوز ألف قتيل أي أكثر من الأرقام الحكومية بمرتين هذا وهاجم مسلحون منه الروهينغ عشرات من مواقع الشرطة وقاعدة للجيش يوم الخامس والعشرين من آب أغسطس تراقب كوريا الجنوبية جارتها الشمالية عن كثب خشية قيامها بإطلاق صاروخ باليستيق عابر للقرات في الوقت الذي تحتفل فيه بيونج يانج بذكرى تأسيسها التاسعة والستين ورجحت كوريا الجنوبية أن تطلق بيونج يانج صاروخا عابرا للقرات السبت أو في تاريخ قريب من العاشر أكتوبر المقبل تراجع الإعصار إرما من الدرجة الخامسة إلى درجة الرابعة لكنه لا يزال بالغ الخطورة كما أعلن الجمعة المركز الوطني الأمريكي للأعصير وكان الإعصار إرما مصنفا في الدرجة الخامسة وهي الأقوى وترافقه رياح سرعتها تبلغ 300 كيلومتر في الساعة وارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الذي ضرب جزر الكريبي إلى أكثر من 12 قتيلا إلى الآن ترجمة نانسي قنقر